مرحبا اعزائي المتابعين كبار صغار شباب بنات مقندقين بالسرار كيف كيف صحتكم طمنوني عنكم كيف الحجر معكم يا رب الكل يكونوا بخير وباحسن حال وخلونا قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زبطولي اعدتكم حضرولي اموركم بزراتكم في استقادكم مشاريبكم طفوا القضوية عينيكم على الشاشة وركزوا معي ما في قومي لاخر الفيديو محتاج تفكيركم وتركيزكم معي يا اغلى واحلى متابعين في الدنيا كلها رح نفوت في الجزء التاني من الفيديو اللي ما شاه في الجزء الاول الرابط تحت في الديسكريبشن يشوفوا ويلحقنا له ويلا فينا على الموضوع فورا وهي الصفحة التانية من التقرير رح نقراها وبعدين نرجع للتفاصيل على حائد غرفة النوم الاساسية اثار لطلقة سطر مفقود بعدها بيحكم مواصفات المسدس لونه جردوني وقبضته سوداء اللون ومزاريف فارغة بلغ عددها 18 كانت متناسرة على الارض في الممر الذي يؤدي الى داخل غرفة النوم وعلى يومنا الممر يوجد غرفة جلوس شاهدنا اثار لطلق ناري على مدخل هذه الغرفة كما وشاهدنا اثار لطلقات نارية على درف الخزانة داخل غرفة الجلوس وعلى زجاج الشرفة وشاهدنا جسد رجل في العقد السالس من العمر ممددة على الارض داخل الغرفة وهي مصابة بطلقات نارية عدة والدماء على الارض وكان يرتدي سروال لون اسود وحزاء رياضي وجاكيت سوداء وكانت اثار الوحول على حزائه ويرتدي قفازات سوداء ويضع قناع على وجهه وبعد ذلك حضر الرائد امر الفصيلة الرائد نبيل غانم ومساعده الملازم اول جوح بيش واعلم العقيد كيروز قائد السرية عن الموضوع وبناء لذلك اتصلنا بحضرة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان بشخص القاضي ميشال الفرزلي واطلعناه على الموضوع حيث اشار حضرته بتكليف مكتب الحوادث لمعينة المكان والجسة وطبيب شرعي لمعينة الجسة واستماع فادة المدعوم فادي الهاشم وعولد ستي الشيطان يكمن في التفاصيل ويلا فينا على التفاصيل على اثار غرفة النوم الاساسية اثار لطلقة يعني حضرتكم دخلتوا على غرفة النوم الاساسية ولقيتوا طلقة طيب هون انا بتذكر شي وبرجع لزهني شي فورا وعيوا الولاد ما شافوا بس سمعوا كل شي ووعيوا وكان في مجال انه حدا منهم يفتح بيب القوضة وتنصاب يعني او تجي فيها شي لك طلعي في عيوننا لا تطلعي على الارض كيف لقوا اثار طلقة على الحيط والولاد ما فتحوا باب الغرفة شو دخلت الطلقة من تحت الباب يعني اما انت عم تجزبي او الدرك عم يجزب حلوة مع بعض يلا اضوي من هون نجي على السطر الثاني وصف السلاح هزتيلي بدني لونه جردوني وقبلته سوداء اللون ومظاريف فارغة بلغ عددها 18 متناسرة على الارض في الممر الذي يؤدي الى داخل غرفة النوم وعلى يمنى الممر يوجد غرفة جلوس شاهدنا اثار لطلق ناري على مدخل هذه الغرفة كما وشاهدنا اثار لطلقات نارية على درف الخزانة داخل غرفة الجلوس وعلى زجاج الشرفة تعالى عندي فصيلة زوء مصبح بدي عدد كل المتابعين قالوا لي عدد بدي عدد بكل اجهزة التحقيق في العالم عدد الفوارغ يساوي عدد الطلقات اللي ارتمت وما بصير فارغ او مظروف يشروض يمين او يسار ولو كان في قلب البحر بدون يطالعوا انتوا لقيتوا 18 فارغ خلونا نعد الطلقات اللي ارتمت على حائد غرفة النوم الاساسية هاي طلقة غرفة الجلوس طلقة هاي طلقتين على درف الخزانة طلقات يا سيدي رح نعتبرهم طلقتين ما رح نقول 3 و 4 وعلى الشرفة طلقة اذا عندنا خمس طلقات ومتل ما امرت اجد دكتور مالك اهلال وهي كانت نتيجة تقرير تابعه طلقة في السعيد الايمن طلقتان في الكتف الايسر والابط الايسر سلاس طلقات في الصدر طلقتين في البطن سبع طلقات في الجهة الخلفية والمؤخرة طلقتان في الخاصرة اليمنى طلقة اعلى الفخز الايسر اذا عندنا المجموع هوني 18 طلقة اذا دكتور مالك وجد 18 طلقة داخل جسد المغدور وانتو وجدتو خمس طلقات على حائط غرفة النوم والشرفة ودراف الخزانة اذا المجموع صار 23 طلقة وانتو عبتقولوا بتقريركن وجدتو 18 فارغ اذا فيه خمس فوارغ ناقصة لا انتو عم تقذبوه لا دكتور مالك عبكزوب حلوه مع بعضكم وبعد فترة بيتم تشريح تاني للجسة بمشفى ظهر الباشق الحقومي بقيادة الدكتور سامي اواس وبيكتشف خمس طلقات لم تكن مذكورة في التقرير الاول وبصير عنا المجموع 28 طلقة وهيك لا اما دكتور سامي عبكزيب لا اما دكتور مالك عبكزيب لا اما تقرير الدرك عبكزيب حلوه مع بعضكم لك يا ناس يا عالم هذا المقتول بني آدم كل نقطة الدم منه رح تشهد عليكم كلكون لك عيب انظار العالم كله عبترقبكم الوطن العربي والعالم سبحانك يا رب لما مشيقتك بتأذن بكشف الظالم كيف بتعمي ابصارن وبتشل عقولن عن التدبير وبتورجي فضايحون لكل عبادك بحكي بعتذر منك اشد الاتذار دكتور سامي انا عم بحكي عن تقارير ووسائق عبتصدر من عندكم انتو نفسكم الارقام من عندكم ما يمن عندي وبحب بعرف السادة المتابعين عن الدكتور سامي حسن نبيل الاواص دكتور رائع جدا خريج كلية الطب جامعة القديس يوسف هو اللي اشرف على التشريح الثاني هو اللي اكتشف مع فريقه طبعا وزملائه الخمس طلقات الزيادة اللي شافوهن بجسد المغدور الدكتور سامي والده قاضي وجده قاضي اختصوا اخذ الماجستير من امريكا والسويد واشتغل بفرنسا واشتغل في دول اوروبية كثيرة وفي كل هالشي انسان مبدع وفنان وحساس موزارد بيتونفن بشايكوفسكي باخ تشوبان بحقيق دكتور سامي ارجوك يا زرني عندي معلومات من داخل مشفرومي انك عملت اشعة سينية وطبقي محوري عالمغدور محمد الموسى ارجوك يا دكتور سامي تحقق العدالة بالمغدور محمد الموسى تفاصيل واسماء مهمة للغاية بالجزء الثالث رح حط لكم موعد النشر بالمنتدى وصدقوني عزي المتابعين لايكاتكم وتعليقاتكم بيرعبوا المجرمين نانسي وزوجها دمتم على خير ادعونا بالتوفيق الى اللقاء على النبي صلوا صلت نجو صلت ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون